اليوم هنتكلم عن معلومات بخصوص اكتشاف المجلس منجر او المجلس ومعلومات عن طرق الاخفاء يعني هنتكلم عن الاخفاء والاكتشاف عشان كده لازم تركز معاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا الليلة الفيديو فوقه معلومات مهمة جدا لو قدت من عشاق الروت وبالزات الناس اللي بيستخدموا المجلس لازم تعرف المعلومات دي طرق الاكتشاف والمعلومات اللي هي بتخص الاخفاء لازم تعرف اول حاجة شانتعرف انت بتعمل في شنو نبدأ بعد كده اول حاجة يا سيدي المجلس منجر مكون من سلاسة اشياء نعرف اول حاجة اول حاجة عندي اللي هو تطبيق المجلس اللي هو التطبيق بتاعده هويس ملف الابك اول حاجة بتكون من التطبيق تمام بعد كده نفتح التطبيق التطبيق تالي مكون من شنو مكون من ملف التفعيل اللي هو هنا ده التطبيق طبعا الابك هنا عندك ملف التفعيل هويس اللي هو بنعمل له تثبيت عن طريق هاي احدد وعدل ملفة والكلام ده كله حسب التجديد ولا قديم لابنسميه ملف التفعيل نزان عرفني عندي التطبيق ملف التفعيل تالي حاجة عندي برمجيات الروت اللي هي الغايمة بتاعت الإخفاء الغايمة بتاعت الإخفاء الموجودة هنا اللي هو في المجلس هاي بعد ما تفعلوا في الازدارات القديمة طبعا لحد 23 اللي هو الغايمة تصهر لك هنا ده اللي بتعمل لها إخفاء للتطبيق دي منسميه برمجيات الروت تمام اللي هي بنخفي فيها التطبيق هنا بنخفيه من برمجيات الروت هنا عن طريق القايمة دي طبعا في التحديث الجديد اللي هو 24 اللي هو المكتوب عليها daily list اللي هي بعد ما تفعل الزيجسك زي ما عملنا بيجيك طبعا خيار تاني مكتوب فوقه اللي هو daily list وتيح دليو طبعا هو الخيار بتاع القايمة بتاعتنا اللي في التحديث الجديد إذن عرفني بالكومي ترى حاجة ملف التفعيل اللي هو تاني التطبيق وبرمجيات الروت اللي هو بخفيه عن طريق المجلس هاي بعد ما عرفنا الثلاثة ديل كويس نمشي بعد كده حنشوف إخفاء الروت بيتيم كيف إخفاء الروت إنت بتخفي ليه لأنه في حاجات اكتشفت أو في تطبيقات اكتشفت كويس أول حاجة طبعا عندي المشكلة المعضلة الكبيرة اللي هي safety net بعد safety net تاني عندي إخفاء برمجيات الروت اللي هو الغايمة القبال تمام الغايمة دي اللي هي تيم عنا إخفاء التطبيق من برمجيات الروت الغايمة اللي عندي هنا اللي هدي برمجيات اللي هو الإخفاء تاني حاجة عندي إخفاء التطبيق بالكامل وين الكلام ده حتمشي طبعا الضبط بعد ما تفعل المجلس هاي اللي هو الخيار ده بعد ما تفعله حتمشي اللي هو ل الاسم طبعا بعد ما تغير اللغة اللغة الانجليزي حتمشي اللي هو هاي زجسك أو هاي مجلس اي بي كي تضع عليه حتكتب الاسم هنا وتعمل له ويخفاء اللي هو يخفاء التطبيق هنا بالكامل وضحت الفكرة ويس نمسك واحدة واحدة بعد كده السيفتينت وطبعا السيفتينت هنا بنتكلم عن اعتماد الجهاز لدى الشركة وطبعا التغنية دي انشارها شركة جوجل في انه جهازك معتمد ولا ما معتمد تمام ازا السيفتينت بيعتمد على انه الجهاز معتمد ولا ما معتمد بعد كده السيفتينت مغسم الى قسمين اللي هو اعتماد الجهاز دا مغسم الى شنو الى قسمين شوف السيفتينت طبعا بغير ما تعمل الفحص طبعا الطريق الجديد 24 ما في يلا عن طريق اللي هو تطبيق checker سيفتينت وليس تست قويس بيجيك طبعا خيارين basic integrity و cts profile دي مكونات اللي هو السيفتينت اول حاجة يا سيدي نمسك اللي هو basic integrity اللي هو سلامة الجهاز جهازك سليم ما فوق حاجة قويس الخيارة التاني cts profile هنا بيتكلم عن اختبار التوافق وانه جهازك ده البطلودر بتاعه مكفول ولا مفتوح اللي هو غفل المصنع الoem مفتوح ولا مكفول لازم عندك يكون اتنين صاح صاح كويس بعد معرفنا الكلام ده اللي هو مكون من اتنين نمشي بعد كده لل التطبيقات ذاته اللي بتكتشف السيفتي نت ممكن نتكلم عن واحدة واحدة قل ليه التطبيقات اللي بتكتشف السيفتي نت اول حاجة نمسك التطبيقات اللي بتكتشف ليه سلامة الجهاز زي سناب شات ولعبة بوكمون غو بوكمون بوكمون ابد تتنطق ذاته بوكمون غو تمام اللي هو البوكمون البيكمون تمام وتطبيق اللي هو تولاين اللي هو الخطين تطبيقات دي في الغالب بتكتشف اللي هو سلامة الجهاز بتاعك اللي هو البيزيك انتغرتي السي تي اس بروفايل اللي هو اللي غليه بالبتلودر ويش هنا عندك تطبيق اللي هو جوجل بي بتاع الدفع والنتفليكس وتطبيق ماك دونال دي تطبيقات بتشف ليه شنو اللي هو الجهاز بتاعك اللي هو سي تي اس بتاعه تمام ولا فوقه مشكلة جهاز معتمد ولا ما معتمد بعد ما خلصنا اللي هو تطبيقات بتاع اللي هو السيفتي نت نمشي بعد كده للتطبيقات اللي بتكتشف ليه برمجيات الروت البرمجيات الموجودة جوالروت هنكفي عننا هكيف اول حي طبعا بعد ما تفعل المجلس هاي في الضبط بعد ما تفعل المجلس هاي والنفس هرليكا الغايمة بتاعتنا الموجودة في الدرع هنا او هناك ازايت المساق الاربع وعشرين كويس في زجسك بتلقاها في ديلي لست بتخش هنا هنا بتعمل بتديك الغايمة دي بتعمل اخفاء للتطبيق من هنا في الغايمة الحصر ليه بعد شوية بعد ما يحمل الجهاز مثلا عندي هنا تطبيق جوجل بضغط عليها كويس مثلا هنا عندك خيالات كثيرة ممكن تعمل لها تفتح اون اون كويس عشان في النهاية تعمل ليا الصح وين هنا فوق في المربع ده وكت تعمل الصح هنا معناه تعمل اخفاء للخدمة كلها لاحظ لو قمت قفلت واحد الخط الفوق الظهر حرجع معك زي ما انتم عارفين بالطريقة القديمة تمام ده هنا يخفاء التطبيقات كويس عن برمجيات الروت بعد ما خلصنا الحتة دي نمش نشوف التطبيقات اللي بتكتشف اللي هو تطبيق المجلس ذاته او بتحتاج انك تكفي او تحتاج انك تخفي تطبيق المجلس بالكامل طبعا هنخفي بالكامل من وين عن طريقة انو هنعمل له اسم جديد يعني اسم مختلف عن اسم المجلس وطبعا اول حاجة قبل ما تعمل اسم لاتم تخفي اللي هو تفعل المجلس هاي او زي جسك بعد كده تمشي لهاي زا ماجيكس اي بي كي تختار هنا اسم تدو اي اسم انت دائره وويس وتعمل او كي وويس وكده تم اخفاء المجلس بالكامل اللي هو هنا ووقيت التطبيق في تطبيقات طبعا بتكسيفه بسهولة شديدة لكي لانتعمل اخفاء كامل للتطبيقات بعد معرفنا انو طريقة الاكتشاف مقسمة لثلاثة سيفتي نت وبرمجيات الرود الموجودة في الجهاز وتطبيق المجلس بالكامل ويعرف نطوق الاخفاء بعد معرفنا الثلاثة ديل طبعا السيفتي نت اذا بغض عندك فيه طبعا اللي هو ملفات بتاعة باصلاح سيفتي نت دي خلاص خلصنا ما عندنو مشكلة ديمسك بعد كده هالتطبيقات اللي بتقوم بتكتشف ليا برمجيات الرود وتطبيق المجلس يعني فيه تطبيقات بتحتاج انك تخفي المجلس التطبيق بالكامل وانك تخذتها في الغائمة الغائمة هنا بتاعة المجلس باي وبنك الراجحي والاهلي وسامبا والرياض وعندنا توكلنا وابشر وبجي وتطبيق زين الكويت والبحرين وتطبيقات يعني تمام اني تطبيقات بتكتشف اللي هو برمجيات الرود اللي هو القائمة لازم نخفيها في الغائمة وبتكتشف برضو تطبيق المجلس يعني لازم نقفي بالكامل وبتكتشف ملف التفعيل لازم يقفي على الناس هنا عندك بنك مصر بنك مزقط بنك الكويت بنك ابو زبي طبعا مع التطوير في برامج تاني حتخش في الحدة دي في تطبيقات تانية طبعا انا قاعد اقول لك بسرعة حاول ركز معي تطبيقات تانية بتكتشف التطبيق بتاع المجلس مانجر وبربجيات الروت وبتكتشف برضو اللي هو الاضافات طب بنضيفها بعض مرات في اضافات عندها مشكلة خويس او اي تعديل في الجهاز دي مثلا زي تطبيقات شنو س دي اس باي ومدى باي وتوكلنا وبانك سامبا ولا عبد بوكومين بوكومين عبد تطبيق تاني حاجة سناب شات سناب شات كويس بعد معرفني انه تطبيقات دي كويس طبعا في بعض تطبيقات اللي هو بتكتشف السفتي نت كويس بعد مرات انك بتحتاج انك تخفي عنها كويس تطبيق المجلس بالكامل ما ضرور تخط ها في الغايمة بتاعت الليست يعني تضبط السفتي نت تمام وتخفي عنها المجلس بالكامل اللي هو هنا لكن ما تخط ها في الغايمة ما بتحتاج كويس والتطبيقات اللي بتكتشف برمجايات الروت في الغالب ما بتكتشف السفتي نت أفصلا يعني في الغالب يعني مش الهم اذا انت عرفت الخطوات دي بتقدر تمشي تمام كويس في تطبيقات بتكتشف أي تعديل في الجهاز كويس حتى ولو إنت مثلا من الناس زي مطورين البرامج إذا إذا فعلت خيار مطورين وقمت هبشت فيه في تطبيقات طبعا ما يكتشف الحاجة برضو بتشتغل زي فورتنايت لعبة فورتنايت وبرضو بوب جي نيو ست كويس ففي تطبيقات بتحاول تدعم ما بكتر في الجهاز يعني محتاج إنه الجهاز ما يكون فوق أي تعديل كويس طبعا بعد كده في مثلا زي تطبيقات سامسونج تطبيقات سامسونج طبعا عندها مشكلة إذا انت عدلت في الجهاز حتى لو بيقى ما ظهر يعني إنه كان ما مفتوح ما بتشتغل عنك قلنا إلا يكون عندك روم معدل بدعم التطبيقات أو كيرنر بدعم ه طبعا في تطبيقات بتكتشف اللي هو ملف الريكافر المعدل اللي هو تويرب الملف بتاعه اللي بيكون ناشع بعد ما تثبت في الجهاز يكون ملف موجود في الجهاز جوه موجود في الملفات انت لازم تغير أو تغير اسمه هنا في تطبيقات برضو بتكتشف شنو اللي هو الملف الناشع عن تويرب كده نحن في شي بي خلصنا الكلام بتاعنا كويس فإنت لو ركزت في الكلام ده هتحاول انت بتعرف انك بتعمل فيشنو وانه المجلس ماناجر مكوم من ثلاثة اشياء وطرق الاخفاء بتاع تحكم من ثلاثة اشياء لانه يكتشف برضو بالطرق دي ان شاء الله كده يكون الكلام بتاعي وصل طبعا طولت عليكم حبة والحلقة بي قد طويلة حبة لكن لازم المعلومات دي كان تكون عندك وطبعا ممكن نحصل فيها تحديث في المعلومات دي مع التحديث الجديد بتاع المجلس والمطور الجديد يعني ممكن نحصل فيها حاجات جديدة كويش ونأسف للإطالة وكالعادة طبعا ما تنسى الاشتراك في القناة ودعم نا باللايك لازم يا جماعة الفيديو ده يوصل لمشتركين كتار لأن المعلومات مهمة جدا وكالعادة فعل الجرس بتاع الاشعارات عشان يصلكم كل جديد وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته